بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحب الله بالصف الثاني الثانوية لقناة المستوى السعزة لشرح تبسيط قائد اللغة إن شاء الله شباب مستمعين مع كناب جيم الوحدة التانية الدرسين تلاتة واربعة نهاردة إن شاء الله نشتغل على القواعد اللي جاية فيها الوحدة دي كلها شباب شغالة على المقارنة الصفات وتفضيلها وفيديوهات الشرح بتاعتنا شباب موجودة على القناة تشوفها علشان بإذن الله الحل يكون معاك شيء سهل جدا على بركة الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إنه جاء فرق بعدها أنت تعلم لغة في دولة حيث يتم التحدث بها يعني هازي أقول لك إنه الحكاية واضح جدا كده من الصفات المتاحة قدامي إنه من الأسهل إن أنت تعلم اللغة لو أنت في بلدها يعني أنت عاستعلم لغة الإنجليزية يبقى أنت في بريطانيا أسهل وهكذا أترى ماتش إيزي ولا ذا إيذيست ولا ألوت إيزيار ولا مور إيزيار ضيف إحنا كده مستر دخلنا في حزبة برمزة ما بيقوله في اللهجة المصرية إيه العبارات اللي قدامك دي ده إنت لو كنت شفت في فيديوهات الشرح كنت هتعرف إنه في حاجة اسمها كومبارات فريزيز عبارات المقارنة إيه عبارات المقارنة اللي هي منهم ماتش ونجيب معاها الصفة قصد المقطع في شكل مقارنة تبقى ماتش إيزيار ولو طويلة الصفة تبقى ماتش مور مثلا إيمبورتنت أو إنترستنج وهكذا ده إيزيز ده تفضيل في وضعه الطبيعي اللي هي الصفة في وضعه التفضيل لأنها قصد مقطع ألوت إيزيار دي اسمها كومباراتف فريز عبارة مقارنة مور إيزيار غلط لأن الصفة إيزي صفة قصد مقطع ما قدرش حطه قدامها مور كده مين بقى فيهم الدقيقة الوحيدة الصحيحة ألوت إيزيار 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 وحيدة صحيحة إتس جيتنج إيه آآ جيتنج يعني كان الحاجة بيحصل لها كزاني تمام آآ وأكتر بمعنى صعوبة تلاقي وظيفة اليوم من دول إتس جيتنج إيه ماتش أن مور ما يجوش مع بعض موسط أن مور ما يجوش مع بعض مور ديفيكلت أن مور لأ لكن مور ان دو مور يجو مع بعض مور ان دو مور يتيجي بعدهم والصفة يبقى مور ان دو مور تيجي صفة قط المقطع بعدهم ما يجيش مور والصفة ويرجع يقول ان دو مور ويجيب الصفة ومرة كمان اللي هي زي الاختيار سي مثلا لا غلط يا باشا أنا دين شطط طولك رايدينج هورس إن الواحد يركب حصان إز نط ليس إيه رايدينج أبيك يبقى كده هو بيقارن ما بين حكتين تمام بس إيه بقى بس جايب لك إز نط اللي قدامك دي إز نط إيزير لا ما ينفعش كده ليه كده هو عايز نط مع آز إيزي آز ويه لما بستخدم نط آز صفة آز أو نط صفة آز معناها إنه فيه اختلاف أو تباين ما بين طرفي المقارنة الجو النهاردة أفضل ماشي إز إيه دا يستر دي آه يبقى هو النهاردة أفضل ده معنا إنه مبارح إيه مبارح كان حاله مختلف طيب نقول آز كولد آز طب إزاي آز كولد آز متساوين في صفة البرودة وإنت بيقول النهاردة أفضل يبقى دية آز ليس بتنفع المثبتة جدا فان ليس Vill Cover نط آز هنا من فيه ممكن بس تصبر دي آي ميزر يستر دي آه أكثر برودة من ايبال quanto إزاي ساويا أكثر من البرودة وإنت بيقول النهاردة أفضل ما ينفعش تمام أكثر برودة من عاملة زي أو زي لا م تنفعش كدا يبقى مين بقى not as cold as هنا زي ما قلنا عدم تساوي انا بقول النهار ده افضل يبقى ده معنا انه ليس في برودة الامس نحرك الشاشة عشان جمل من خمسة تظهر معنا بطريقة افضل احمد عند اشرف are the same age يعني هما الاثنين سنهم كدبا هات المعلومة دي احمد is as old as اشرف احمد و اشرف في نفس السن as صفة as لحد دلوقت الاختيار ده صح بس تصبر شوية لا مش اكبر منه ده هما الاثنين نفس السن طيب احمد is as old as ليس في نفس السن برضو لا ده هما نفس السن اشرف is older than احمد اشرف اكبر لا برضو ده هما الاثنين في نفس السن يبقى احمد is as old as اشرف اجابة وحيدة صحيح نحرك الشاشة مرة كمان عشان الالوان المتدخلة دي ما تعملكش مشكلة فراغ بعدها than i expected انا حضرت اجتماع مع الاجتماع عمل طبعا يعني استمر فراغ زان اكتر مما كنت هتوقع يبقى انت كده عايز ايه عايز صفة مقارنة او عايز مقارنة يعني مقارنة بكمباراتف فريز جميلة لحد دلوقتي مور لونجر غلط لان الصفة لونج صفة قصيد مقطع ما ينفعش حط قدامها مور لو قلت تو مثلا اللي هي فكرة تو صفة وبعد كده لما نقول ايه او تو معرفش اللي هي تو صفة تو مصدر معناها في زيادة في صفة امن وقوع الفعل مش موجود الكلام دا انا باتكلم في المقارنة مش باتكلم فكرة النافي نا بتدي معنى النافي دي اللي هي استعادة وقوع الفعل لونجر الصفة ده طبيعا عايز مقارنة ايه بقى مطشو لونجر ايجاب وحيس عيان نووير نووير معناها لا مكان فراغ بعدها هزي سروم هزي الغرفة ايه عم اس كولد از ولا از ات اس كولد از ولا ات از اس كولد از ان ولا از اس كولد از ان الجملة اللي قدامي ده هي الصيخة الدقيقة الوحيدة لها هي از از صفة از از اين وبعد كده المكان طيب ليه ما قلتش اس كولد از نووير اس كولد از سروم لأنا عايز في داخل الحجرة يبقى تقول ايه اولا هنا الجملة مع از كولد از مش مكتملة لغياب عارف لو اقولك از عارف لو از لوحدها موجودة هنا از كولد از كان ممكن نمشيها لكن ان هو جايب از وصفة و از و ما جايبش طيب ازت ات ملهاش عازة لان نووير حققت الهدف من من الضمير فما جيبهوش تاني طيب از كل الحجرة انه بدل بدل ما كانت جايب از الاول بعد ان ات جايب لك ات الاول بعد ان از ما فرجيتش معايا انا مش عايز ات اساسا لان نووير تعود ات يبقى ايه از اللي هو سم از سم صفة سم از عشان بعد كده اجيب حرف الجارة انو كم انت محتاج انك انت تسرع لان ايه القطار كذا اللي وصفها طبعا هيغادر امتى بقى خلال خمس داعي طيب نقولها بقى ازاي نقولها بي اللي هي معناها فيما بعد ولا لاتر ليها معناها الاخير وبنت كده كنت بتكلم عن اتنين تقول مسلا مسلا تقول ليه مسلا احمد عند حمزة are my best friends the letter is مسلا كذا يقصد بها حمزة طيب لاست معناها الاخير وليه تست معناها الاحدث the last train اخر قطع this is زوجي جايب فراغ بعدها building in the city in the city in the world تديك تفضيل elderly مقارنة oldest تفضيل elder مقارنة برضو oldest تفضيل the oldest building الله طب ليه مستر ما جبتش this is the eldest لو جبت the eldest مش محتاجة وراها تكملة this is the eldest لكن oldest ينفعي وراها تكملة he lives two miles هو بيعيش على مسافة اتنين ميل ايه دا away from away from معناها ابعد من the club than I do هنا في مقارنة طيب نقولها بفاردر مقارنة ولا فاردستفضها الطبيعي ولا فاردستفضيل ولا ثاردستفضيل اللي نعزم وقارنة بانو ليه فاردر وبعد كده اخر الجملة فيها الزنزة ما تشاهد بكمل بايدو ايه جاء باحث عيح نشوف بقى التدريبات اللي هي جاية في شكل تدريبات عامة على القعدة للدرسين ثلاثة واربعة من الوحدة اثنين لانجوجي ناكسسسيز ستبقى تعمى على القواعد نقول مرة كمان بسم الله الرحمن الرحيم I thought she was younger than me أنا كنت معتقد ان هي أصغر مني في السيد but in fact she is slightly a slightly من عبارات المقارنة اسمها comparative phrase كده بقى انت عايز ايه عايز تدي وراها صفة في شكل مقارنة الصفات قداما ديها صفات قصيرة مقطع old الصفة اضاء الطبيعي older مقارنة old استفضيل old استفضي older مقارنة خلنا هي جابة since اسماء ونتو كندا منذ وان زهبت اسماء لكندا her English has got اللغة الانجليزية بتاعتها عايز وينلك ايه عايز وكلنا بها افضل يبقى مقارنة بالوضع الجديد عن الوضع السابق واللي ده ظرف جود الصفة ده طبيعي بس تفضيل ان هذا المقارنة better اجابة وحي صحيحة ينفع تختم به صفة المقارنة الجملة عادي جدا بدون زان بدون زان بدون زان ده وجايب فرق بعدها tired you are tired هنا معناها تعبا تعب ورهاق يعني ان تكون عليه the harder آه كده دخلك كيبه دخلك في فكرة the more the more ده لسه لسه الحكاية دي to concentrate عايز اقول لك ان كل ما زاد التعب كل ما ايه كان فيه صعوبة في التركيز طيب نقول the much ولا the most ولا the more ولا the mini the more the more the more tired the harder اجابة وحي صحيحة ليلة ايه سيستر is a nurse عايز اقول لك ايه عايز اقول لك اختي ليلة الاكبر طيب ماشي تبع ايه بها ليلة much older much elder ولا more elder ولا old ولا elder elder فقط ليلة elder الاخت الاكبر تحرك بالشاشة علشان نخيله جملة خمسة ظهر مع تلاثة ظهر فيها the slower كل ما قدت ابطع كل ما كان يبقى المقارنة the safer you are the more the more the less the amazon the amazon the amazon اللي هو نهر الامازون وجايب بعدها the nile خلي بالك من النفي ده isn't kaza the nile طيب the nile the longest river in the world نهر النيل هو اطور اه نهر في العالم طيب يبقى نهر الامازون ليس في طول نهر النيل طيب isn't موجودة isn't longer fin zan مش موجودة long صفة ضع طبيعي يبقى isn't as long as لان احنا قلنا لان ما نجيب isn't as صفة as او isn't so والصفة و as معناها ان لا يوجد تساوي ما بين طرفي المقارنة isn't so long غير مكتملة لو قال so long as كنا قلنا ماشي ممكن لكن يبقى كده من الدقيقة الوحيدة isn't as long as الجملة اللي بعدها بيقول فيها that is the least interesting book I have فضل عشان اكمل التفضيل في صيغة المضارع التام لزي ما قلنا له الصفات هنا لا ما قدرش يجب نيفر لان الجملة ليس بها نافذة او بيقولك ايه ده بيقول الاقل و عندي yet انا مش بنفي جملة في المضارع التام انا الصيغة بتاعتي تديني جا واحدة هارلي معنىها بصعوبة بالغة تقصد درجة الاستحال she is not و جاء فرق بعدها و as her mother حلو و خالص جاب لك is not يبقى انت عايزي بعدها عايز بعدها as وبعد كده صفة و ادي از التانية هي ادي از هي و ادي الصفة و ادي از التانية فوق لما احنا قلنا بنستخدم ديها عشان نقول لا يوجد تشابه في نقطة اختلاف ما بين الاتنين يبقى is not as beautiful as her mother هي ليست جميلة بنفس درجة والدتها ما ينفعش والمور في وجود as ما ينفعش most في وجود as برضو ولا حتى بيؤتي في اللي وهذا شكل الظرف صار اذ السيم دي ييجي وراها نون ييجي وراها نون و نكمل as mona they are سبنتين years old يبقى عايز نون ايه النون بقى age a بمعنى عمر ده نون old دي صفقة height معناها طول وهو بتكلم عن سن يبقى old مش بتكلم عن طول طيب older دي مقارنة يبقى اخد كلمة age بمعنى عمر او سن اجابة صعيحة يبقى صار في نفس سن من هما الاتنين الفرق بعدها معناها كان يتحتم عليه انه يقف في طبور في البنك بس كده هو اداني الدليل يبقى موجودة هات المقارنة وابلها زا يبقى زا لونجر ما تنفعش لونجل وحدها في الصفقة الطبيعية تفضيلها مش هستطيل عز مقارنة غلط لان الصفقة لو صفقة مقطع ما نفعش اجيب قدامها موس كل ما طال الطبور اللي هو يوجب فيه كل ما اللي هو ايه يعني كل ما قل صبره نفط صبر زا ده جاي فرق بعدها حلو خالص برضو نفس الفكرة اللي هي المقارنة طيب هو عايز اقول لك طبعا لو صفقة مقطع طبع شكل واخد شكل المقارنة بزي مسلا هو هاردر مع بتر كل ما زاد جدك واشتعتك في المذاكرة كل ما كان ده افضل في الاداء بتنفعش هارد مع بتر هارد هارد صفة وضعها الطبيعي بتر مقارنة عايز اتنين مقارنة مور مع جود مور ايه وجود ايه احنا قلنا عايزين جد واشتهاب تمام كده طيب هنخلينا لو قلنا ده مور يسطدي مثلا لكن جود في وضعها الطبيعي انا عايزي عايزها مقارنة موتش كمباراتف فريز كمباراتف فريز لكن مفيش مفيش هنا هو صفة انت حطيتها فيها لكن بتر وضع شكل مقارنة اللي جابه لحد دقيقة باردر مقارنة بتر مقارنة هاخدهم ايانا هايز هو وفرق بعدها طالما قال لك في الاتنين يبقى انت عايز مقارنة مسبوقة بزا مقارنة مسبوقة بزا يبقى the clever of the two دي كده الصيادة غير clever لا لانه اس هزا clever الصفة ضعه الطبيعي انا عايز مقارنة مسبوقة بزا the clever دي غلق لكن لم يقول the clever يبقى دي مقارنة مسبوقة بزا علشان off the two في الاتنين يولفكم من اللي بعدها زا جاي بفرق بعدها chapter of the twenty ones is very interesting زا وجاي بفرق بعدها اللي هو عايز يقول الفصل رقم كذا او اللي صفته كذا من الخمسة وعشرين شيء طيب نقول the late ولا the last ولا the latest ولا the letter the last chapter اخر chapter تمام late معناها متأخر latest معناها احدث letter معناها الاخير من اتنين انت سبق ذكرهم اولي مزة مولها مشوية احمد ان حمزة are my friends the letter اللي هو اخر واحد يوم انت ذكر هو بتكلم عن ايه بتكلم عن the last chapter اخر فصل في الترتيب بالنسبة ال 21 فصل من الاختين يبقى انت كده عايز صفة مقارنة مسبوقة بزا يبقى the elder old دي صفة ده الطبيعي most قول ده غلط لان الصفة قول صفة ما طعم فاشا قدام احط قدامها most elder دي ظرف انا عايز ايه انا عايز صفة مسبوقة في شكل المقارنة the store is store لو المخزن او يبقى محل كبير فرق بعدها from my house من منزلي than i thought اكتر مما كنت اعتقد it's easy to shop من السهل جدا عملية التسوق تمام يبقى نقول further ابعد ولا further بمعنى more ولا more فار غلط لان الصفة صفة 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 مالطع 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 انما less far اقل مقارنة بالاقل the store is less far المخزن او المحل الكبير اقل بعدا عما كنت اتوقع تحرك بالشاشة حتى نقل 16 ظهر بطريقة افضل بقول فيها one of the following sentences is dramatically correct one of the following sentences واحدة من الجمه الاتية من نسبة للقواعد دقيقة my brother is as tall as my father لحد دلوقت الكلام دقيق الوالد الابن اللي هو في طرف والوالد في طرف آخر وبعد كده is as ودي tall ودي as الكلام كده لحد دلوقت دقيق my father is tallest غلط ليه لاني tallest تفضيل ما نفعش اجيب بعدها زان يبقى كده غلط my father and my brother are the same عارف لو جالك height كنا عدناها لكن هو اجيب لك high height صفة أنا عايز أنا عايز نون يبقى دي غلط my brother is more shorter غلط لان الصفة short صفة مقطع ما اضرش اجيب جدامها more يبقى my brother is as tall as my father صياغة grammatical دقيقة خدناها اجابة وهذا صحيح نحرك مرة كمان yesterday's match was مباراة الامس كانت فرغ بعدها than يبقى مقارنة last week's match مقارنة much more boring ولا the most boring ولا little boring ولا much boring خلي بالك انه عامل عامل مقارنة يبقى نجيب comparative phrase much more boring مقدرش اجيب the most لانه تفضيل او بيقارن ما بين حكتين ده تفضيل ده little boring little مش مقارنة تمام لسهلة مقارنة much boring ما تنفعش لوحدها من غير more يبقى من الدقيقة much more boring the channel we're too tired to walk فاكر مش هولا ما كنت بقول لك تو صفة تو مصدر بتقول ان هناك زيادة في الصفة تمنع وقوع الفعل تمام هو متحققة الفكرة اللي هي تو مع صفة مع تو مع مصدر متحققة طيب انا ايه بقى كده انا عايز اقول ابعد او اكثر تمام تعالي نشوف المتاح فارس صفة طبيعي فارس تفضيل مقارنة وفارس تفضيل انا عايز مين عايز مقارنة بيقول ليه هو الاطفال كانوا مرهقين جدا تعبني جدا لدرجة تمنعهم من المشي كانوا بقول لك مسافة اكتر من اللي من اللي مشي نحرك شوية عشان من 19 يظهر افضل بيقول فيها مشاهدة مباريات كرة القدم بتجذبني بتشديني اكتر من اي برامج اخر طيب ايه المعنى اللي يدي نفس الكلام لا برنامج اكتر تشويق بالنسبة لي من شاهدة الكرة القدم لحد دلوقتي الكلام منطقي وماشي مع الجملة الاصلي بالنسبة لي اقل تشويق لا ده عكس الكلام في نفس درجة التشويق لا لان الكرة اكتر بالنسبة لي الاقل تشويق بالعكس ده وشاف ان الكرة هي الافضل بريابة في الحرف بتدي نفس المعنى هي ان مشاهدة كرة القدم هي الاكثر تفضيلا او تشويقا بالنسبة له عن باقي البرامج الاخرى يبقى لا برنامج بالنسبة له اكثر تشويقا من مشاهدة كرة القدم تحققت الاجابة والمعنى فراغ في عشرين محمد صلاح is وعلام التعجب كل الناس بتحترم طيب يبقى عايزين انها هو اي عبارة تدل على التعجب what an intelligent footballer what an intelligent footballer what an intelligent footballer الاجابة الوحيدة الدقيقة what وبعد كده an والصفة بما انها تبدأ بحرفه متحرك وتجيب بعدها النون اللي انت بتوصفه عنوان جديد الجمل اللي جاء دي يا شباب متجابة من شركة لونجيمان والشركة المسؤولة عن طباعة كتاب المدرسة ومعها جمل جاء من امتحنات سابق my friend usually buys the same colors of clothes وفراغ بعدها i do بيقول ان صديقي عادة ما يشتري نفس الوان الملابس ايه انا افعل يترى لايك ولا اجزاكت ولا صدش از ولا از از اي دو كما افعل مش محتاج اللي لايك اللي هي معناها يشبه ولا اجزاكت معناها بالضبط ولا صدش از هو از وفراغ بعدها خلي بالك قال لك افزا تو يبا انت كده عايز ايه عايز صفها في شكل المقارنة قدام هزا يبا هو از ما قدرش اقول نصفها مش متحققة وكمان في وجود زال زي ما قلنا قلناها اجيب الصف في شكل مقارنة واجيب وراها مباشرة غلط لان الصف فاص صف مقارنة ما فيش اجيب قدامها مور اللي هي الاشياء المقلية عند الفرنسيين يعني بعدها همين انا زاني زاني كده بتقولك دي في مقارنة مقارنة بالاقل غلط لاني ما باستخدمهاش مع زان اكثر صحة من الخضرات ازاي الحاجة المقلية تكون اكثر صحة من الخضرات المنطق بيقول لا ازهلسي مجيش مع زاني يبقى من هي الدقيقة لسهلسي دان دي مقارنة بالاقل الحياة في مدينة كبيرة ليس ليس ايه فرق بعدها الحياة في قرية صغيرة يبقى الحياة في مدينة كبيرة ليس ايه الحياة في قرية صغيرة cheaper ولا so cheap as ولا as cheap اللي مش مكتملة ولا so cheap isn't وبعر كده so وبعر كده الصفة وبعر كده as معنى الجمل على بعضها الحياة في مدينة كبيرة ليس رخيصا مثل الحياة في قرية صغيرة احرك الشاشة علشان نخلي الجمل من 25 ظهر افضل ولا فيها no one in the class لاحظ في الفصل is as short as tamer في قصر tamer ليس حد ما فيش ولا واحد في الفصل اقصر من tamer كما بقول لك او قصير زي tamer يبقى ما فيش حد اقصر منه ده معنى ايه ده معنى ان tamer هو اقصر واحد في الفصل شوف بقى كلامنا this is tamer is the tallest boy in class tamer اطول واحد ازاي ده احنا بقول ما فيش حد في قصره يبقى هو ده معنى انه اقصر واحد tamer is the same height as all the boys tamer في نفس طول كل طلاب الفصل لا برضو all the boys in class are shorter than tamer كلهم اقصر منه لا ما حصلش no one in the class ولا واحد في الفصل is the same height as tamer في نفس طول tamer ليه لان احنا قلنا انه اقصر واحد فيه يبقى كده ما فيش واحد في الفصل في نفس طوله fruits and vegetables الفواكه والخضروات became اه اصبحت ايه بقى more expensive than they used to be اكصر ارتفاعا في السعر او غلوى عما اعتادت ان تكون كده انت عايز ايه بقى تكمل معمور والصفة اللي قدامك دي طيب تبقى much more ولا lot more ولا less more ولا much fruits and vegetables became ايه بقى بقى اكتر غلو اكتر يبقى a lot more ما نفعش اقول a much اه ما جيش قدامها اه ما جيش قدام much لكن تيجي قدام a lot a lot more you should wear يجب عليك ان ترتدي فراغ بعدها heavier clothes ملابس طبعا heavier بما انا ادجل than these in such cold weather اكتر من دية في مثل هذا البرد اه والجو البارد طيب هو عايز ايه عايز هدوم تكون تجيلة اكتر من دي طيب نقول يا بقى more heavier or few heavier or little heavier or little heavier a little heavier الله طب يا مستر من خدش له more more عشان اجيبها كان مفروض اوليه much more والصفة هذي الصفة هذي صفة قصيرة قصيرة مقطع ما فيهش اجيبه ادام امور اساسا few ليست عبارة مقارنة وميني ليست عبارة مقارنة لكن قلت العبارة مقارنة اللي هي comparative phrase حرقنا الشاشة عشان الجمل من تمانية وعشرين تبقى افضل وبعد كده فرق بعدها اوليفر توست ده اسم رواية اللي فيها شباب كده انت بقى عايز ايه عايز تجيب تفضيل من غير ما تحطه قدامه ازا ليه لانه جايب ملكية اللي هي هلقى بصرف اللي بعد ايه اللي بعد الاس اللي قدامك دي اسمه ينتيب حرف اس اسمه على بعض famous الصفة جاية بدون زا تفضيل طبعا ليه لان احنا قلنا هنفيه ملكية the most famous ما تنفعش معايا لاني لازم احزف زا في وجود الملكية much famous دي مفروض ليه much famous much more famous زان لأ انا عايز تفضيل مش مقارنة يبقى خد the most famous اجابة صحية the more effort you make يعني كل ما زاد المجهود اللي انت بتبزله يبقى انا عايز يبقى صفة مقارنة ثانية يبقى the higher marks كل ما زاد المجهود انت بتبزله كل ما زاد الدرجات اللي انت هتحصل عليها متنفعش the highest لاني قلنا مقارنة مقارنة the more the more متنفعش the highest لانها تفضيل the least اللي هي الاقل برضو تفضيل لسة دية مقارنة مش تفضيل صحيح لكنها بتدي عكس المعنى لاني مش معقول كل ما يزيد المجهود تجل الدرجات لا بالعكس كل ما زاد المجهود اللي جاية خطأ كيبا ندور على الخطأ ونطلعها gold is much more expensive than salt ماشي الدهب اكثر من اكثر غلوة من الملح جملة في مقارنتها طبيعية جدا much more the comparative phrase with expensive gold is more expensive than salt الدهب اكثر غلوة من الملح ماشي برضو المقارنة منطقية gold is a little expensive than salt لا ابقى غلط الزهب ليس اقل وكمان هنا هو الجملة القدامي منطقيا ما تنفعش يعني حتى ازاي الزهب يكون اقل في السعر من الملح ما تنفعش طبعا gold is far more expensive اه الدهب اغلى بمراحل من الملح طبعا دي برضو اجابة منطقية برضو لكن المنطقية طبعا انها دقيقة يعني grammatical مين كده الجملة الغلط من ناحية الجرامر gold is a little expensive than salt دي كده جملة غلط بما ان هي خطأ في الجرامر خلاص نشيلها ونرميها كده شفاقوا انتهت تدريباتنا للقواعد للدرسين تطربعة من الوحدة التانية لكن تدريباتنا معك لم تنتهي بعد ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الانجزيم السرس عزة السلام ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة